مرحبا بكم متابعي قناة الفلاحة والطبيعة صباح الخير لمن يتابع هذا الفيديو في الصابحة ومساء الخير وتحيات السلام عليكم عامة متابعي القناة مرحبا بكم يوم جديد نهار جديد وموضوع جديد بحول الله أنا مع مريد السقي كما تلاحظون هذه هي شبكة السقي لمن يريد عمل هذه الشبكة يمكنهم وراجعة القناة هناك فيديوات خاصة وكاملة حول الموضوع لكن هذا ليس موضوعنا اليوم موضوع اليوم هو إضافة مادة الهيوميكا والهيوميكا الصيد لمن لا يعرفها سنقوم بشرح كل هذا في هذا الفيديو تتابع الفيديو صديقي وأخي المتابعي للأخير لكي تستفيد إذا كنت أول مرة تصل للقناة يمكنك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي تصلك فيديواتنا بسهولة وسرعة كما يمكنك دعمنا بضغط زر الإعجاب وترك تعليق يحفزنا أو فيه تساؤل وسنسعد بالتأكيد بالإجابة والرد عليكم مباشرة في التعليقات أو عمل فيديو إذا كان الموضوع يستحق وننطلق إلى موضوعنا بشرعة وبدون إطالة لاحظوا أخ أصدقائي لصاحب هذه الشركة هذا إشهار مجاني أنتم لا تدعموننا نحن صناع المحتوى الفلاحي نقدم إشهار مجاني لأدويتكم وإنتاجكم في كل مرة لو تلاحظون في القناة أنا لا أخفي أبدا العلامة التجارية أو الإسم لكنكم لا تدعموننا لا تتصلون بنا حتى بتحفيزنا بالكلام وبالكلمات لتحفيزوننا لكن سنرى ماذا سنفعل مستقبلا في خصوص هذا الموضوع أو الإشهار المجاني لاحظوا أصدقائي هيميك المكونات 8% مادة البوتاس زائد 10% هيميك أصيد زائد 5% فولفك أصيد سنشرح كل هذا في النشرية الخاصة بهذا المونتج إذن ما هو هذا المونتج سائل هيميك أصيد خالي من الكلور والسوديوم وجميع العناصر الضارة والمعادن الثقيلة يعمل على تطور المجموع الجذري بشكل صحي وسريع وزيادة كثافة الشعيرات الجذرية يعني هذا المونتج جيد وممتاز لانطلاق مثالية لأشجاركم أصدقائي خاصة في بداية الموسم يعني السقية الأولى أو الثانية والثالثة هذا الضروري من أجل تطور نباتاتكم وخاصة الأشجار المثمرة قلنا يعمل على تطور المجموع الجذري وزيادة كثافة الشعيرات ويحسن من الخصائص الفيزيائية والكيميائية للطربة من خلال محتوى المادة العضوية قدرة التبادل الآيوني تحرير عنصري الفوسفور والكالسيوم الموجودين في الطربة يعني هناك أنواع من الطربة فيها عناصر الفوسفور والكالسيوم لكن الجذور تجد صعوبات في امتصاص هذين العنصرين المهمين جدا أصدقائنا لا أدخل في التفاصيل لأنني فلاح أحاول أن تصل المعلومة إلى الفلاح عفوا ماديرة تصل إلى الفلاح مباشرة لذلك أستعمل طريقة سهلة وبسيطة قلنا خفض قلوية وملوحة طربة يعني يحسن من الطربة قدرة الطربة على الاحتفاظ بالرطبة والماء هذا لا أعلم لا أريد أن أعطي معلومات في هذا الشأن بالضبط قدرة الجذور على امتصاص العناصر الغذائية وزيادة النشاط البيولوجي وهذا جد مهم يعني هذه المادة يمكنها تحسين مميزات الطربة لكي تعطي نتائج أفضل من خلال عمل المجموع الجذري أو الجذور عملها القيام بوظائفها البيولوجية ونشاطها بشكل جيد وممتاز قلنا يستخدم هذه معدلات الاستخدام يعني يستخدم في أي مرحلة من عمر النبات في كافة أزمينة الري بمعدل 5 إلى 10 لتر لكل هكتار ينصح بتكرار الإضافة أسبوعيا في فترة ما قبل إظهار ولغاية عقد الثمار أو بهدف تحسين استجابة النبات لتسميد أصدقائي أنا لا أتبع هذه النشارية مئة بالمئة أنا أستعمل حوالي 20 لتر من هذا المنتج لاحظوا مثلا هذا الخزن في 20 لتر أستعمله بمعدل يعني 20 لتر لكل 200 شجرة 200 شجرة في مختلف الأعمال الخلط غير قابل للخلط مع أي مواد التخزين وكذا وإلى ذلك سنقوم برج المنتج هكذا ونقوم بعملية خلطه وسأريكم الطريقة التي يستعملها صديقكم مثلا أنا الآن بصدد توزيع هذا المنتج على حوالي 200 شجرة ماذا سأفعل أصدقائي سأقوم بخلط هذه العشرين لتر في خزن 200 لتر من الماء سأقوم بخلطه بشكل جيد ثم بعد السقي يعني عند السقي الأشجار وعند اكتمال السقي بنسبة 80% من الماء أقوم بإضافة 1 لتر من هذا الخليط من الماء يعني بعد خلط هذا الخليط في 200 لتر أقوم بتوزيع 1 لتر لكل حوض من الأشجار وهذه طريقة مجربة وفعالة وممتازة أصدقائي وتعطي نتائج جد باهرة خاصة أنصح به يعني الفلاحين الذين لديهم أشجار نموها ضعيف بعض الشيء أو أيضا طربتهم فقيرة سنعمل على فتح هذا الشيء بسم الله هكذا كما تلاحظون لاحظة أصدقائي لا يأتي يعني مركز جدا لونه في الأسود أنصحكم دائما بالوقاية والسلام وذلك باستعمال القفازات وغير ذلك أقوم بخلطه الآن أنا أستعمل يد واحدة لاحظة أصدقائي أقوم بتفريغ هذا الخزان في 200 لتر لاحظوا لاحظوا أصدقائي أصدقائي بعدها قمت بتوزيع الخزان تفريغه في هذا الخزان دسعة 200 لتر أقوم بملئه الآن بالماء يعني 200 لتر ثم أقوم بالخلط الجيد يعني ضروري خلط هذا هذه المادة بالماء خلطها بشكل جيد وعند امتلاء أحواض الأشجار امتلائها بحوالي 80% أقوم بتوزيع حوالي واحد لتر يعني واحد لتر تقوم بتوزيع حوالي واحد لتر من هذا الخليط تقوم بتوزيعه مع كل أشجارك أصدقائي ويمكنك الاقتصاد مثلا لديك 300 شجرة نفس الشيء يمكنك خلط هذا المنتج في 300 لتر والقيام بتوزيعها لكن أنا وانصح باستعمال 20 لتر لكل 200 شجرة هكذا تعطي نتائج باهرة يعني واحد لتر لكل عشر أشجار واحد عشر أشجار أو عشرون عشر أشجار نعم واحد لتر لكل عشر أشجار عشر لتر تقوم بعمل 100 شجرة ومائة لتر تقوم بعمل عشرين شجرة وستعطي نتائج آنية صديقي إذا كنت تريد تأكد من أن هذا المنتج فعال وقد عمل عمله بشكل جيد بعد إضافته حوالي ثلاث أيام أربعة أيام ستصبح حجم أوراقك بهذا الشكل يعني واسعة مساحاتها جيدة لونها أخضر يعني ستصبح أشجارك جميلة يعني أنها تقوم بكل وظائفها بشكل جيد وممتاز فيما يخص الخلط مع باقي الأسميد أصدقائي يمكن خلط هذا السماد مع مادة الحديد يعني شيلة الحديد وبعض العناصر مثل الفوسفور وغير ذلك لكن أنا لا أستعمل هذه الطريقة أنا أقوم بإضافة هذه المواد كل مادة على حدة يعني في سقي الأولى والثانية أضيف في السقي الثانية أضيف الحديد عفوا في السقي الثالثة أقوم بإضافة الفوسفور علي الفوسفور من أجل نتائج باهرة لكن لكل شجرة برنامج هذا برنامج أقوم به بالنسبة للأشجار بعمر سبع ثماني سنوات وهناك برامج أخرى للأشجار الصغيرة سنقوم بطرحها في القناة كما سبق لنا وطرحنا فيديوات تخص الكثير من المواضع يمكنكم إيجادها في القناة رجعوا القناة أصدقائي مرحبا بكم إذا استفتتم من الفيديو لا تنسوا الاشتراك لكي تصلكم فيديواتنا مستقبلا ودعمونا بضغط زر الإعجاب وطرق تعليقاتكم كان هذا كل الشيء خص هذا الفيديو نلتقي في حلقة قادمة بحول الله هدمتم في رعاية الله